تنتهك إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها والتي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي والسلامة كان للممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة أثارا مباشرة على الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الأطفال منهم الذين يشكلون نحو 50% من السكان الفلسطينيين واللافت أن قضية المعتقلين من الأطفال برزت بقوة في الآوين الأخيرة بعد صدور عدة تقارير دولية وفلسطينية وصفت ظروف اعتقالهم تعد على طفولتهم وهناك يجد تحقيق معهم وتعذيبهم دون أي رقابة على المحققين من قبل الصليب الأحمر الدولي أو من المحامين مما يعرض حياة المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها في الأساس وكشف تقرير يوطق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال لشهري كانون الثاني وشباط ارتفاع منسوب الانتهاكات تحديدا في مدينة القدس من خلال رصد اعتقال نحو 40 طفلا كما وأصدرت محاكم الاحتلال نحو أربع قرارات حبس منزلي وقرارين حبس فعلي فيما ذكر موقع وادي حلوى خلال رصدهم حالات الاعتقال عن شهر شباط 2022 في القدس 166 حالة اعتقال من بينها ثلاثة أطفال أقل من 12 عاما و53 قاصرا بينهم 9 فتيات كما وذكر الموقع اعتقال طفل واحد و41 قاصرا خلال شهر كانون الثاني للعام 2022 أي ما مجموعه أربعة أطفال وأربعة وتسعون قاصرا وطفلة واحدة خلال الشهرين كما وتم تسجيل عدة إصابات بين فئة الأطفال كان منها طفل يبلغ من العمر ستة أشهر والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أحداث منطقة باب العمود في ذكرى الإسرائي والمعراج ولم تشكل اتفاقيات الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول باحترام حقوق الأطفال وتوفير لهم الحماية ورعاية رادعا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي دأبت على استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتل واعتقال الآلاف منهم